ايام بسيطة بتفصلنا عن فصل الشتاء وبين كل الناس اللي بتحاول تكرهنا فصل الشتاء من ايام ما قولت جدتي الشهيرة طوبة على طوبة خل الصوبية كركوبة او بين كل المؤيدين وكل المعارضين لفصل الشتاء او فصل الصيف لكن محدش قبلا يختلف على ان فصل الصيف فصل الشتاء هو فصل الاناقة والشياجة اهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامج نجوم على الهوى النهاردة هيكون لنا حلقة مميزة جدا عن ازياء شتاء 2020 وشتاء 2021 مين فينا ما بيحبش اللفس وبيحب الموضة والازياء لكن بتختلف بقى من فصل الصيف لفصل الشتاء ان ازياء الشتاء بتمتهز بالاناقة والشياكة والجمال بتحس كده بالعظمة في اللفس وفي الموديلات احنا النهاردة في حلقتنا مش هنتكلم عن البنات بس او عن الشبات بس لكن احنا كمان هنتكلم على الشباب لان اليوم دور كبير في اختيار الملابس وكمان اليوم حق علينا ان احنا نقول لهم ازاي يبقى اللوك بتاعهم تمام ومضبوط في الشتاء قبل كل دوت عايزين بس نقول ان اهم حاجة في الشاب ان لازم تعرف طبيعة جسمك او شكل جسمك احنا عندنا اربع او خمس اشكال الاشكال الجسمة من ضمنها شبه المنحرف وهو بيبقى ان الكتاف عريضة مع ان الخصر كمان بيكون عريض شوية فده بيحتاج ان انت تلبس ملابس تكون مخططة شوية بالعرض علشان تحاول يبقى فيه تناسق بين الكتف وبين الخصر كمان اختيارك للبناطيل بتاعتك لازم تكون مناسبة لشكل الجسم اللي هي ضيقة قوي من عند الخصر واللي هي واسعة قوي وكمان عندنا الشكل المسلس او الشكل الهرمي سواء قعدة المسلس بتبقى فوق يعني الكتاف عريضة او قعدة المسلس من تحت يعني الخصر عريض فده بيبقى فيه مشكلة في منطقة البطن فبنحاول نداري شوية منطقة البطن بالموديلات او باللبس اللي بيلم البطن شوية طبعا الموديلات هتنزل عندنا على الشاشة عشان نقدر نتكلم كمان على الشباب ونشوف ايه احدث حاجة في لبس الكاجول للشباب زي الموديل المعروض دلوقتي الجين معت شرط الكاجول اللبس ده بقى ممكن تلبس وانت رايح الجامعة وانت نازل بالليل وانت قاعد عندك خروجة معينة فده بيليق على معظم اشكال الجسم خصوصا لو الجسم فوج دفوهات باينة قوي يعني الجسم الرياضي بيبقى لايق عليه اللبس ده اكتر كمان عندنا الموديلات اللي نزلة في الشتاء بالنسبة للشباب البلوفرات الاورسايز كمان او البلوفرات اللي بتبقى بسبعة من على الرقبة وكمان داخل عندنا السكارف للبنات وللولاد كمان لانه بيكمل اللوك بتاع اللبس الجواكت او الجاكت الجلد بالذات مفيش غنى عنه في اللبس للشباب بس علشان انت يكون شكل الجاكت شكله شيك او شكله مش اول مرة يتلبس بتبخه بمية قبل اللبس وبتستنى عليه شوية ده بيدي للجاكت مفهوش اللمعة بتاعت اول استخدام فبيخلي شكل اللوك احلى كمان عندنا السويش شورتات بمختلف اشكالها نزلة موضة جدا للشباب السنية دي في شتاء 20-20-21 سواء هي مبطنة او غير مبطنة كمان عندنا الجواكت او البلطوهات الطويلة ودي بتليق جدا مع الناس اللي عندهم مشكلة في حجم الجسم من فوق وعايز يبقى نقرفها فيبقى حلوة قوي لو لبس بلطو او جاكت لحد الرقبة مثلا ويبقى كمان البيوب طويلة ده بيدي لك حلوة قوي وكمان لو احنا دخلنا السديري او الجليه اللي مفتوح وده برضو احنا بنستخدمه ممكن يبقى فورمل او سيمي فورمل وبيدخل في لكات كتير كمان المهم ازاي انت تقدر تكمل اللوك بتاعك بالشياكة وده بيكمل ببعض الكماليات اللي بنلبسها في اللبس زي النظارة او الساعة او الحزازة او السلسلة اهم حاجة ان ما تكونش الحاجات دي بين ان هي لوكة القوي او شعبي على اقل مش هنقول تكون مركة معروفة لكن تكون شكلها شيك وتكون مقبولة كمان في اللبس كمان الشنط اللي بتتلبس للشباب انت ممكن يبقى معاك الباك بتاعتك سواء للشغل او للخروج العادي بتحط فيها اللابتوب بتاعك بتحط فيها الحاجة بتاعتك اللي بتستخدمها او عتنسى خالص اهم حاجة بتحطها في الشنطة يكون معاك الكمامة طبعا اليومين دول علشان موضوع الكورونا ويكون معاك الكحل بتاعك وكمان يكون معاك باوربانك او شاحن للتلفون بتاعك الهند فري المناديل اللي انت بتستخدمها جهاز اللابتوب بتاعك نوتا صغيرة عشان يبقى فيها زي مفكرة تحط فيها الأشياء اللي انت ممكن تنساها ممكن ازازة برفين بصغيرة علشان يبقى برضو كده يكمل شيك دو وممكن لو انت في شغلك وهتروح مثلا بشوار او عندك صهرة بالليل فتقدر تلبس حاجة تكون تي يعني فورمال وسمي فورمال زي انك ممكن تلبس بليزر على بانترون جينس او ان انت تعتمد على اللوك اللي بيبقى شميز وفوقيه بلوفر بسيط بتابعة ويبقى نازل عندنا النقشات والكروهات مستمر معينا ده بالنسبة للشباب كمان عندنا بقى البنات والموضة بتاعت البنات واستخدامهم لللبس وتبقى كل بنت مش عارفة تلبس ايه موضة الشتة السنة دي ما اختلفتش كتير عن السنة اللي فاتت يعني بنلاقي كده ان عندنا الكابات باختلاف انوحها او الخامات اللي بتلبسها في الكاب زي الصوف او القطيفة او الشموية او الجوخ كمان استمرها معينا من الشتة اللي فات باختلاف اشكالها ممكن يبقى الكاب مفتوح او مقفول زي ما احنا شايفينه على الشاشة كده وده بيدي شكل حلو قوي لللوك وكمان بيكمله وبيلمى قوي الجسم لو فيه دفوهات احنا مش عايزين نبيانها زي مثلا الجسم عريشت شوية من فوق او تخين شوية من فوق فالكاب بيلمى معانا الشكل كمان عندنا الجيبة الجلد او الجيبة البلسي مستمرة معانا من الشتة اللي فات كانت الشتة اللي فات تقريبا قطيفة ومستمرة معانا برضو الشتة دوت قطيفة وجلد وكانت موجودة في الصيف اللي برضو جيبة البلسي مستمرة معانا للشتة بتزبط اللوك جدا وتتلبس باكتر من طريقة ممكن يتلبس عليها شميز والشميز يدخل جوة او يتلبس عليها اي بلوزة تبقى هاي وست ويتلبس عليها حزام عريض سواء جلد او لو هي قطيفة بتلبس عليها حاجة قطيفة وبردو بتنفع للشغل وبتنفع ان انت تنزلي بيها لو سهرة او بتنزلي بيها جامعة بتبقى برضو اللوك يعني يقدر يتوظفي حسب المكان اللي انت هتروحي فيه يعني لو جامعة بتلبس عليها بقى الكوتشي وبتلبس عليها شميز وبتلبس عليها طرحة مثلا شيفون او حاجة لكن لو هتنزلي بيها في الصهرات او رايحة مناسبة بالليل بتضطر ان انت تستخدمي الجلد او القطيفة وبيتكون مثلا لفسها تربون وبتكون يلبس عليها اي باضي او اندر شيرت تكون يعني فيها جزء استواري شوية كمان عندنا الشيلان بمختلف خاماتها واشكالها زي ما معروض عندنا على الشاشة الشيلان القطيفة او الجوخ او التقيلة الصوف برضو شغالة معانا من الشتة اللي فات وبتقدر ان انت توظفيها باكتر من شكل يعني ممكن تربطيها على الرقبة زي السكارف كده وممكن تحطيها على الكتاف زي ما احنا شايفين الموديل لابساها كمان عندنا ممكن تلبسي داكت القرو وكمان شغال معانا من السنة اللي فاتت وبرضو موجود السنة دي ممكن انت بتتحكمي كمان في تقول الشال اللي انت بتحطيه عليكي او الكاب اللي انت بتحطيه عليكي لو انت حابة طويل او ماكس من وراء بيبقى شيء جدا وبيدي كمان حلو قوي على اللوك لو فيه لبس جينس او حاجة بيبقى شيء جدا وبيديكي شكل يعني عصري اكتر كمان عندنا الجينس في البنات مستمرة معنا ولاغنا عنه في الدلابك ابدا الجينس مختلف اشكاله او الوانه سواء جاكت سواء بمطلون سواء جاكت قصير هاي وست او جيلي قصير او بويفريند وستمر معنا برضو ومتوا تقريبا ما بتخلص ولا صيف ولا شطة كمان عندنا الشغل القطيفة او الجوخ في الجواكت موجود معنا كمان الشطة دوت وكمان نازل اشكال كتيرة جدا ممكن يبقى برقبة عالية كل عالية او يبقى نظام بيتقفل بس بزرارة على الكتف والاطوال كمان عندنا مختلفة فيه طويل وده بيلم الجسم اكتر وبيديكي طول لو انت حاسة ان انت مثلا قصيرة شوية وعايزة تبني طويلة وجسمك مفروض فممكن تستخدمي البلط بتاعك بيكون طويل الماكس او لحد الرجبة وكمان بيتلبس لو انت رايحة مناسبة ولبسة سوارين ممكن بتحط البلط عليكي وبتقلعيه قبل ما بتخشي المناسبة بتاعتك وممكن كمان بتكملي اللوك بتاعك لو انت خارجة الجامعة ورايحة شغل سهل جدا تلبسي البلط عليكي سواء طويل او قصير بس هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع ان نكمل بقيت اللوكات للبنات ارجعنا لكم تاني وبنكمل اذياء وموديلات شتاء 20-20-21 للبنات طبعا احنا قلنا ان في حاجات اساسية لا غينة عنها ابدا ابدا في دولابك من ضمنه الشميز الابيض او الاصمر او الاندر شرت او اللي هيكل في الشتاء كمان انت بتستخدميه لان ده بيبقى بيس تحت اي حاجة انت بتلبسيها سواء بقى لبستي جاكت جلد سواء لبستي جاكت عطيفة سواء لبستي بالتو سواء لبستي جينس الاساس اللي تحت هو اللي بيزبطلك اللوك كمان لا غينة لا غينة عن درس اسود عندك في الدولاب لان انت ممكن بتلبسيه باكتر من طريقة مجرد بس ما بتغيري الاكسسورات عليه او بتغيري شكل الطرحة او التربون او بتحطي حسام او بتدخليه اي كماليات بتقدر ان انت توفقي كأنك لبستي مثلا كذا طبعا بنفس الدرس مرة واحدة لكن انت وظفتيه باكتر من شكل كمان لا غينة عن الباليرينا لازم يكون عندك الشوز الواطي او الباليرينا عندك في دولابك بشرط ان انت تقدر يتلبسيه لو انت رايحة مشوار هتتمشي فيه كتير او هتقف فيه فترة طويلة مش هتقدر يتلبسي او تقدر يتلبسي الكعب العالي فترة طويلة وكمان ده بيوظف لك اكتر على اللبس الكاجول والسيمي فورمال بتقدر يتلبسي عليه حاجة لو في لقت نيجي بقى للشنط وعايز اقول لكم ان موديلات الشنط الشتة دوت تحفة وشكلها فظيع جدا ويمكن برضو فيه موديلات مستمرة معانا من الشتة اللي فات عندنا الشنط طلعت السنية دي هيبقى الشنطة اللي فيها السلسلة بتاعتها حديد او معدن زي نظام السلسلة الجنزير كده بتبقى حلقات متركبة ببعض باختلاف احجامها طلع عموضة جدا في اللوك بتاع الشنط كمان الشنط الباجي الكبيرة او البرتفيهات الكبيرة اللي ليها حجم كبير ويريت الصور كمان تنزل عشان نقدر نشوفها على الشاشة يعني الشنطة للسلسلة الحديد بتاعتها بيبقى ليها حلقات حديد كده كبيرة دي طلع عموضة جدا استنادي كمان الشنط الباجي الكبيرة والشنط البوكس الصغيرة اللي بتبقى واخدها شكل مكعب او مربع او بتبقى صغيرة جدا بتقولي بتحط فيها ايه دي دي بتبقى بتاخد حاجات كتير من جواه بتحط فيها الاساسيات الموبايل لاند فري الشاحن الفلوس بتاعتك بيبقى شيك جدا وبتوظف اللبسة حلو قوي كمان عندنا الشنط القطيفة والشنط اللي داخل فيها الشرشيب طلع عموضة جدا من السنة اللي فاتت ومستمرة معانا استنادي برضو وكمان الباج اللي فيها جلود الحيوانات جلود الحيوانات مستمرة معانا من الشتة اللي فات تقريبا موضة طاعتها ما بتنتهيش سواء بقى رسمة تايجر او رسمة التعبان السناك دوت نازل منه بقى الوان كتيرة نازلة سنة دي وكمان التايجر نازل منه ناشات كتيرة والوان كمان للتايجر ونازل موديلات سواء في البوت او في الشنط نازلة للشكل الشنطة وحجمها نيجي كمان للتربونات او الحجاب طبعا توظيف الحجاب مع التربون بيخليك يتزبطي اللوك بتاعك كويس قوي التربون ما بقاش دلوقتي التقليد اللي هو التربون القطن اللي كنا متعودين عليه كان التربون او المطلع كان معظمه قطن او قطن بيور بشرطة ان يبقى خفيف شوية عروس دلوقتي ابتدت تظهر موديلات كتيرة زي اللي احنا شايفينها كده على الشاشة السوارية وبيدخل فيها خامة الدنطيل او الجبير دي بتدي اللوق حلو قوي للتربون خصوصا لو التربون انت هتروحي به مناسبة او هتحضاري به ايفنت او حاجة فبيبقى انت بتعتمد دايما على اللوق لو فيه سواريب او جبير او داخل فيه بعض اللمعة زي ما احنا شايفين وكمان دلوقتي بقى نازل الكمامة ببقى انها بقت اساسية من اسلوب حياتنا فبقى التربون نازل معه كمامة تبقى ليقى مع شكل التربون بشرط ان انت متلبسيش كمامة مختلفة عن شكل التربون احنا بنحب نزبطكو يعني ونحب دايما يبقوا في احسن صورة وفي احسن شياكة علشان التقمي وكل شكل الشيك عليك كمان عندنا من الخامات بتاعت التربون اللي نازلة خامة اسمها الليفربول والخامة الجينس اللي احنا زي اللي احنا شايفينها دي لسه نازلة تقريبا ما بقى لهاش اسابيع وعملة ترند حلوة قوي لان هي انت بتلبسيها على الكاجول وبتلبسيها كمان على السيمي فورمال لان هي الخامة بتاعتها مش تقيلة ونازل منها الوان كتيرة جدا وبتبقى شكلها عصري جدا وشيك جدا وليها اكتر من شكل زي الشابوه دوت يعني هو تربون وشابوه في نفس الوقت الشابوهات نازلة حلوة قوي ونازلة بكسافة جدا في الشتاء وكمان نازل معها رقبة والرقبة دي كانت من كم سنة ومكادش متوظفها قوي كانت مجرد على الرقبة بس بتتلبس دلوقتي بقى لها اشكال كتيرة زي الفيونكة او زي ما احنا شايفينها الفلونات دي بتدي شياكة كده للطقم وبتخليه شكله عصري اكتر خصوصا لو انت هتلبسيها على طقم كاجول او طقم جينس بتوظف الطقم بتاعك كويس قوي كمان عندنا من خامات التربون اللي نازلة خامات زي الليفربول والخامة اللاكوست ودي بتبقى خشنا شوية وفيها نقشة او فيها ورد منه فيه كده زي مشجرة ودي بتتلبس على او اطنيات مشجرة برضو وزي دي الخامة اللي احنا بنقول عليها الخامة اللي بربولي المشجرة الخامة دي بتبقى حلوة جدا ومريحة جدا في اللبس وكمان التربون دلوقتي بقى ينزل معاي سكارف بشرط ان انت ما بتحتاجيش تربطي حاجة على الرقبة لو انت مش عايزة تبايني الرقابتك لو التربون مش معاي الرقبة بتاعته انت بتوظفي السكارف بتاعه بتلب فيه على الرقبة او بتلب فيه على شعرك من وراء او بتعمليه كرس من قدام فبيديكي اكتر من لك وبيزود معاكي الشكل الجمالي للحجاب وممكن كمان ان انت تجيب السكارفات المربعة او المسلسة دي وتعمليها تربون زي ما انا لفسها كده فتقدر ان انت كمان تعمليها باكتر من شكل توظفيها على خامات اللبس بتاعتك المهم ان احنا لازم ما ننساش خالص ان احنا عندنا في الشتة زي ما احنا قولنا اللوكات وشكل جسمك اهم حاجة فيه اخطاء احنا بنقع فيها في اللبس بتاعنا من ضمن الاخطاء دي اللي بتبوز شكل اللبس وبتخلي ان ممكن يبقى تقمي شيء جدا وغيلي جدا لكن انا التقمي بتاعي بوزته بان انا دخلت فيه حاجات ما تنفعش هي تتلبس زي مثلا الباضي الكارينة او الباضي اللي هو الخامة اللي بتبقى مسكة على الجسم وبيبقى فيها زي لمع شوية زي الفيزون او خامة الكارينة كده الخامة دي ما بقتش مستحبة خالص ان انت تلبسيها في اللوك بتاعك وبتستغني عنها يابي الشميس ان انت تلبسي شميس بقى سواء بقى شميس لكرة خامة مثلا قطن او بتستغني عنها بالباضي القطن وده بيبقى شكله احلى في اللبس وكمان بيبقى مريح جدا في لبسك لو انت نزلة في الحر او في الشمس او حتى نزلة في البرد ما بيشيلش من السقعة بيبقى الباضي القطن بيدخلك شوية تدفع وبيبقى مغطي الجسم كويس وفي نفس الوقت بيدي منظر حلو قوي لللبس كمان عندنا في الحجاب بيستحسن دلوقتي الدبابيس اللي بتستخدمها في الحجاب ما بقاش موجود دلوقتي الدبابيس بتاع زمان اللي جلنا بنحطه وده بيسبب ان انت للطرحة بدبوز او بتتخرم كتير وفي ناس كتير كتير بتشتكي ان الطرح بتاعتها بتتنسله بدبوز بالوقتي بقى في الدبابيس المغناطيس ديها بتجيبيها وشيك جدا في اللبس وبتدي كمان منظر وبتحسيش ان هي عاملة علامة او خط في الرقبة زي ما احنا بنشتكي كمان لا غنى عن الحزام والحزام بيتلبس بلوكات كتيرة جدا وهو بيوظف لنا كده الطقم بتاعنا يعني انت تقدر يتوظفي فستان عندك سواء الفستان دوت نازل كلوش واسع او نازل ثق بان انت تحطيله وتضيفيله الحزام او الاكسسورات بتاعته وعندنا الحزام رفيع او عريض انت بتتوظفيه حسب جسمك يعني مثلا ما ينفعش ابدا انا بقى مليانة من منطقة البطن وقلبس حزام عريض ليه انا كده ببروز المنطقة دي وبقى ظهرها قوي او بتك عليها كده لا انا بحاول البس حزام رفيع ويكون الحزام كمان مش في منطقة الخصر نفسها لا يبقى جاي من تحت السدر لان كده انا ما ببينش منطقة البطن لو فيها عندي مشكلة كمان البلوزات اللي ممكن البسها لو انا عندي مشكلة في المنطقة بتاعت البطن ممكن البس البلوزات اللي بيبقى فيها تقسيما من على الوسط وجاية تقسيما دي تحت منطقة السدر مباشرة دي كمان بتديني الجسم اللي بتبينه انه اطول شوية وشكله احلى كمان انت تقدري توظفي الجيب اللي انت عايزة تلبسيها الجيبات طلع موضة معانا استنادي جدا كمان الجيب القصيارة طلع جدا في الشتاء بتاع 20-20-21 طبعا انت بتوظفيها بلبس البوت او بلبس الهف بوت طلع موضة كمان استنادي جدا الهف بوت يعني راجع باكتساح شوية عن البوت بمختلف اشكاله او النقشات برضو سواء جلد او قطيفة او نقشات حيوانات زي الطيجر او غيره نيجي بقى من نقطة مهمة ويمكن دي هتبقى اخر نقطة عندنا في الحلقة هنتكلم عليها ازاي احمي اللبس بتاعي من البهتان وده بيبقى عن طريق ان انا لازم اقرأ التعليمات اللي مكتوبة على التكت بتاع الملابس اللي انا بجيبها يعني بيبقى فيه ارشادات كده للاستخدام بيتغسل بمية سقعة او بمية سخنة او بيتقلب مثلا على ظهره لازم اقرأ الارشادات دي كويس قوي ولازم قبل ما اغسل الطقم بتاعي او احطه في الغسالة يعني ان انا اقلبه على ظهره ما بتغسلش على وشه وكمان ان انا اشوف البروجرام بتاع الغسالة هل يتناسق مع الخامة بتاعت اللبس نفسها ولا لا يعني مثلا ما ينفعش ان انا اجيب اطنيات واشغل مثلا عليها المية السخنة لانك كده بتكرمش وكمان هتكش او الصوف كمان ده يتضمر ويبوص في ساعتها كمان ان انا لو عايز احافظ على اللون بضيف خل تخلي حلو جدا لما بتحطيه في مية الغسالة نفسها وانت بتغسلي الملابس بتاعتك بيخلي الملابس طالعا فيها زهوة وكمان بيحافظ على الالوان طيب انا حصل عندي ان اللبس حصل فيه بهتان او اللبس بوظميني ايه الحل بقى في المشكلة ديت لو انا عندي اللبس غامق يعني اسود او بني او كحلي ممكن ان انا ازبوخ وده سهل جدا ان انت تديه المخسلة وبتختاري اللون حسب اللي كان مزبوخ فيه الاول وده وبيعاد لك اللون بتاعه تاني بشرط ان انت ترجعي تاني زهوة اللون بعد ما بهت او ان انت لو عايز اتغيري لون وتقدر اتغيري اللون للون اللي انت عايزه طيب انا مش عايزة ازبوخ ممكن ان انا ما يعني احاول ان انا بعد ما ازبوغه اهم حاجة يتحط في مياه بخل وكمان عندنا ان انا اقدر احافظ كمان على اللبس ان انا ما احطوش في الشمس متطويلة لان الشمس للأسف بتخلي اللون بتاع الهدوم يبهت معاك ويخلي اللبس كده يجرب اكتر وده بيبقى في الملابس الصمرة يعني اتمنى ان تكون الحلقة بتاعتنا النهاردة افادتكم شوية ببعض الموديلات الشتوية 2020 اهم حاجة تقدر تنستقي لبسك كويس بيكون عندك ثقة في نفسك بوب جمالك واي حاجة هتلبسيها هتلق عليك كنت فرحانة جدا معاكم النهاردة في حلقة نجوم على الهوى انتظرونا في حلقة جديدة اشتركوا في القناة